بس عايز أبدأ ده بعد ما نترحم على الأستاذ يوسري الجين دي الله الرحمن خبر كان مفجع النهاردة جدا لأن كاتب وقيمة كبيرة قوي وأنا عارفه طبعا على المستوى الشخصي وطبعا على المستوى الإبداعي الرجل حالة خاصة جدا في تاريخ الدراما المسج بين الشعبيات وبالعصر يعني هو أكتر واحد قدر يمزج بين الاتنين ويقدم لنا حاجة تشبهه يعني واشتغل كتير في الصخفة الجمهرية وخدمة واقع بس أهم حاجة إبداعه إبداعه اللي هو شعبي قوي وتراتي وتاريخي وفي نفس الوقت بيمس الحاضر يعني ده اللي بيميزه ده اللي بيميز يوسري أنه هو برغم يعني عمقه التاريخي لكن دايما له سلة باللحظة دايما الدراما عنده تاريخ لكن تاريخ بيتكلم عن النهار ده يوسري كمان مثقف جدا 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 واضح طبعا في الكتاب وكبرياء عنده كبرياء عالي جدا لم نرى يوما يشكو دايما عنده كبرياء دايما حاسس أنه أمجاده اللي عملها دي خلاص يعني مريحها يعني أمجاد تخليه ينام وهو مطمئن متوائم متصالح سعيد باللي عمله طول الوقت طبعا يعني وهو يستحق لأنه نبض وومدة وحالة خاصة حالة إبداعية خاصة الفنان دايما تعرف الفنان الأستثنائي مش بيعمل عمل جيد ممكن عشر يعملوا عمل جيد لكن واحد يعمل عمل متفرد يشبهه يوسري كان من هؤلاء ايه أكتر عمل تحبه ليوسري الجندي الله أرحمه والله الملاحم الكتير اللي عملها سيرة هلالية وأعاد يعني أعاد وجوحة يعني كل الحاجات دي فيها روحه فيها إبداعه يعني دايما كنت أنا أحس أنه عنده وإنحيازات للطبقات الشعبية حب هو درسها كويس وأهم من أنه درسها حبها يعني هو بيعبر عن حالة ودايما فيه مسج غنائي حتى لو هو ما كتبش أغاني لكن عنده الحس الغنائي ده فتلاقيه موجود في أعماله يبقى دايما فيه تعبير غنائي جوه العمل ترجمة نانسي قنقر